السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه وحشتونا جدا بص يا جماعة نهاردة بقى هنقدم لكم روتين جامد روتين يوم الجمعة انا واحمد واتشوفوا احنا بنعمل في ايه وكمان روتين الشعوازة بقى هنبخر البيت وهنعمل حاجات كده جامدة بقى خليكم معانا اول حاجة بنعملها بنشغل القرآن اول حاجة انا بعملها كل يوم لازم نشغل القرآن على قناة المجدى واي قناة وخليها عندي رقم واحد دي اول حاجة بنعملها بنبدأ بقى انا واحمد ننظف البيت هو قال انا هساعدك النهاردة قدام فيها التصوير يبقى لازم يساعدني على طول ساعات بقى بعد اتحايل علي احمد تعالى شين معايا دخل دي جوه اعمل معايا حاجة بقى مالوش بقى مزاج ان هو يعمل اي حاجة يقول لي لا انا خلاص انا تعبت انا مش عايز اهو النهاردة بقى دم فيها تصوير يبقى هيساعدني بقى اهو ساعات والله بيساعدني من غير ما اقوله ساعات بيحب كده يساعدني ويدخل نفسه في كل حاجة من غير ما اقوله يعني متقلب المزاج هو المهم روّقنا كده بقى ونظفنا كنت نفطت الصالة كده وجدت المكنسة برضه هو اللي عايز يحط الفيشة وقلت له مئة مرة مش عايزك تحط الفيشة بخاف عليلي الكهرب بس هو حتى اه المهم دلوقتي بقى هنظف كده زي ما شايفين وبعمل بالمكنسة هو انا كنت اقصى من نظفها يعني قبل منام بالليل بروح جاية يعني انا ما سيبش البيتوسخ يعني عمري في حياتي ما سيب البيتوسخ او في قلبه كراكيبة او اي حاجة حتى قبل ما نام بشطة بالمبخ بالليل او في كوبية روح جاية مشطة بوها بعد الاكل كده لازم نغسل الموعين لو شربت في كوبية مثلا شاي او قهوة او اي حاجة اروح على طول كده غسلها تحت الحط بسرعة دلوقتي بقى عبا ما ننظف فانا ايه هحط حتة فحمية اهو نولعها علشان البخور عملنا دورة على المبخرة بتاعتي مش لقيها مش عارفة راحت فين كنت حطاها السلم ومش لقيها المهم دلوقتي بقى حطيتها بقى تولعها بالماء منظف البيت عندي البتاع دوت بريحة جيبان المسح يعني بريحة الخوخ حلوة اوي يعني اكتر ريحة بتاعجيبني انا جربت بالورد وجربت كذا حيجة ريحة الخوخ حلوة يعني كل واحد وزوق بقى بامسح بيها بتخلي ريحة الشقة حلوة حلوة اوي بحطها كده في المياه يعني ايه مش على طول لان انا ساعات بحط دي طول وساعات بحط مطهرات تانية علشان البلاط يعني وكده عشان البيت ميبقاش في حشرات ولا في اي حيج يعني دايما نحطه في المياه مطهرات انا كنت بحط فيها ملح علشان اتقص البيوت كده وانا عامل فيديو على كده بس عرفت ان هو يعني شعوزه وحرام فما رضيتش بقى من ساعدة معايتش بحط ملح بحط بقى يعني بحط المطهرات اللي واحدة ما عدتش بحط على المطهرات دي ملح بحط ديتول واللي هو اللي على ديتول ساعات بحط كزا حاجة يعني اروح جاي حتى اللي هو اللي رحته حلوة ده دلوقتي مش لقى المبخرة فده كنا شربينها مبارح كنا الخميس بقى كنا صارين كلنا بنحب نقعد مع بعض هجيبلكو برضو بعد كده صارة الخميس دي بتاعتنا بنقعد كلنا مع بعض بقى ونطلع نجيب لب ومكسرات وحاجات وبنقعد بقى ناكلها مع بعض ويبقى يوم حلوي يعني يوم الخميس بحبه او اختي كمان ساعات بالجلم او احنا بنروح لها المهم جبت ازاست الكنز دي كانوا العيل شربينها كنا شربينها بالليل فقطعتها نصين كده وتانيت الحروف بالزرادية كده والله جات لي في دماغي يعني انا مش شفتاش عنيت ولا شفتها في مكان جات لي في دماغي كده قلت عايزة حاجة كده تستحمل الحرارة يعني وبعنين جبت البخور بقى الله اللي عنده جيوب انفيا بلاش الحركة دي خالص بلاش البخور خالص في البيت لانه بيعمل صدع جيمد اختي لو عندي هتقول لي انا مش عقود في الشق هتقول لي بلاش المهم دلوقتي بقى بص عوازة بقى وعملها اقرأ بقى ايه كل هو لو احد ثلاث مرات كل اعزب رب الفلك ثلاث مرات كل اعزب رب الناس ثلاث مرات والقرآن بقى شغال انا مش بقول لحد اعمل كده لان دي يعني انا بحب اعمل كده يعني عادي يعني اللي هو عادي ان هو قرآن في البيت دلوقتي بقى قفلت الشق عشان راحت البخور بقى تبدو الفاني بحب راحت البخور قوي يعني بحبه قوي يعني كمان في انواع منه كتير ببقى كنت هقول نكهات من نكهات مختلفة بروائح مختلفة يعني بروح جاي بقى مبخرة الشقة كلها كده بقى بردو معي لاخر الفيديو عايز اقلوكو حاجة جماعة كمان حدرت كل حاجة بتاعت الزرع واعملوكو ان شاء الله حلقة وحنا بنملك كده حط في الجنينة وحضرت كمان التراب شاحت التراب انا كان ناقص اشتري والله يعني شاحت التراب وحادي جابهولي كالترخير يعني جابهولي في قلب شكير كده جابلي شكرتين تراب علشان ازرع فيه دلوقتي بقى دخلت عالمطبخ ما كانش عندي بقى اي حالات كتير الحاجات دي بتاعت الفطار كده والفاكهة ومش عارفة ايه كده كان في حالة واحدة هو قلت بقى ازبطها الغسيل بقى كان لازم اخسل هدوم المدرسة يوم الجمعة كمان كان فيش وقت هدوم كده بقى قلت يلا بقى اخسله مهم بالبرو ادعولي جماعني ربينيش فينش انا عندي برد جديد برد جديد قوي يعني الحمده للله اما بعد ان خلصت الغسيل بقى دخلت عملت الاكل كل ده كان الصبح وانا صحي مجمعة النهاردة بزاد بدري لاني عندنا فرح النهاردة فلازم خلص كل الحاجات دي قبل الصلاة فعملت بقى صنية مكارونا كده زي ما انتم شايفين وبقى المكارونا الصغنة دي بتاع احمد ما بيحبهاش باللحوم مكارونا كده بس اه حتت عليها زيبدة كده على الوش بقى هدخلها في الفرن تتيب زي ما انتم شايفين كده والشقة كلها من شاء الله نظيفة وكانسنا السليلة وعملنا كل حاجة بس انا مش عايزة اطول عليكم بقى الفيديو احنا يا جماعة راحين برضو فرح الفرح ده في وزارة الدفاع او في وزارة الدفاع فرح ابن عم جوزي فانا برضو هصور لكم هناك هيبقى الفرح دوت بالنهار يعني هيبدأ مساعة 2 الدهور لحد الساعة 6 وكمان كان عندي قفز جوافة بس بصراحة انا مش فاضية ان انا اعمله عشان بصراحة مش فاضين هلبست بقى دلوقتي بصوا جماعة انا بقى كده خرجت لبسنا واركبنا عربتنا وخرجنا انا دلوقتي بقى في طريقي للفرح انا وصلت اصلا القوعة هو فهعملكو جولة جمدة خليكو معايا وهوريكو كمان الفرح وهوريكو كل حاجة بالتفصيل فخليكو معايا بقى انا مشتركش في القناة ينزل بسرعة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا في فيديوهاتي اشعار باول ما الفيديو ينزل واللايك يا جماعة تفرق معايا عملوا لي بقى لايك واشتراك واستغنوا الحلقة